صديق الإنسان إزايك عمل إيه وأخبارك إيه على سطح كوكة بروعب والأكشن بتاعنا ده أتمنى يا رب تكون بخير إن شاء الله النهاردة هنتعرف على حكاية الدكتور أليكسندرا بلاك المأساوية الحكاية اللي انتهت بالمخالب وأنياب الأسد الخطير والمجنون الأسد مطاي وهنيعرف تفاصيل الحؤن المهدئة والتمن رصاصات اللي تضربوا في الأسد وفي دلعايش برضو كإنه لابس ديرها وإيه اللي خلق أليكسندرا تدخل القفز بتاعه وإيه اللي حصل لها في آخر لحظات مرعبة عاشتها قبل ما تموت لأ ده احنا يلا بينا بقوا من غير رعب كتير ندخل في الدهليز على طول ونتعرف على حدث الدكتور الأحياء أليكسندرا بلاك صاحبة اللي 22 سنة بس دي محمد عودين صديق الإنسان قبل الكلام وجه بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد من سراع العروش كلنا بنشوف بشر كتير وهم بيتعاملوا مع أسود وممكن يبقصدهم وش الوش بنشوف ده دلوقتي مع ناس كتير في منهم عرب كمان زينا طبعا وفي ناس أجانب كتير بتربوا أسود أو بتتعامل معاهم بطريقة مباشرة وشوفنا الكلام ده زمام مع ناس تانيين برضو وكلنا عارفين القصة اللي تذكرت في صفر النبي دانيال وانه تقابل مع الأسود في العهد القديم لكن الحالات دي كلها مش هي الأساس وكل دي استثناءات والطبيعي والمنطق إنك لو قفت قصاد أسد هيفلأك نصيا وهتسمع صوت عظمك وهو بيتقصر من بين أنياب الوحش وبعدها هيكل نص وهيلعب بالنص التاني لحد ما يجوع وهيكله برضو وهو ده اللي حصل مع أليكسندرا بلاك اللي فجأة لاقت نفسها مع أسد مجنون في قفص واحد في حديقة الحيوان لكن أليكسندرا ما قدرتش تهرب أو تتعامل مع الوحش زي النبي دانيال أو كيفين أو محمد بن مجد حتى صديق الإنسان أليكسندرا بلاك هي بنو تزوينة بزايا في عمرها كان 22 سنة يعني كانت لسه في عز شبابها ومستنيها مستقبل عظيم جدا أليكسندرا من وهي طفلة وهي عندها شرف وحب غير طبيعي للحيوانات البرائية أليكسندرا بلاك أو أليكس بقى زي ما صحابها بيحبوا يندوها من صغرها قالت لابوها وامها أنها عاوزة تكرس حياتها كلها لرعاية الحيوانات والحلم ابتدى يجبر معاها في سنينها الأولى لحد ما وصلت للمرحلة السنوية مع بداية سنة 2013 كانت أليكس وصلت لعمر 17 سنة ومن هنا بقى خدت خطوة مهمة جدا في كاريرها المهني أليكس قدمت في دورة علم الأحياء في الكلية وفعلا قدرت أنها تكتازم تحاني القبول بسهولة جدا وحجزت مكان ليها في قلب الجامعة أليكس كانت متفوقة على كل زميلها وعلى طول بتدرس حاجات جديدة وبقت مغرمة بالحياة الحيوانية كمان كانت بتستغل كل فرصة علشان تتعلم حاجة جديدة تزود خبرتها الجماعية وفي سنة رابعة والسنة الأخيرة من الكلية أليكس بدأت بقى أنها تتدرب أكتر من باقي زميلها لدرجة أنها كانت بتنزل تشارك في مشاريع كتير متعلقة بالحيوانات من غير ما تاخد سنت واحد بسبب حبها ليهم وآخر مشروع دخلته وقتها كان في هولف برد في بات الجراوند في نفس الولاية اللي هي عايشة فيها مع رضاية سنة 2018 كانت أليكس اتخرجت من الجامعة الخلاص وخدت باكاريليوس العلوم في سلوك الحيوان وده كانت تخصصها في علم الأحياء وبعدها بقى ابتدت تكتسب خبرة في تربية الحيوانات وتحديدا الأنواع الغريبة منها وكتبت وقتها على صفحتها أنها نفسها تبقى حارس لحضيكة الحيوانات أليكس كانت شطرة في كل حاجة تختص برعاية الحيوانات زي التنظيف والنظام الغذائي وإقدارة الأدوية والفحوصات الطبية ده غير التدريب السلوكي بقى والتواصل كمان مع الجمهور اللي بيخاف من الحيوانات وإنها تكسر لهم حاجز الخفدة أليكس كانت مفكرة نفسها محمد بن مجد تقريبا المهم إن أليكساندرا بلاك كمان اتضربت في مركز وايل ديكات للحياة البارية وإعادة تأهيلهم من تاني وده كان تدريبها رابع وبقت محترفة في مايو سنة 2018 يوم 9 ديسمبر سنة 2018 ييجي بقى أحلى خبر لأليكس ممكن تسمعه وبتسافر لولاية كارولينا الشمالية وده بعد ما تم استدعاءها للتدريب لمدة 3 أسابيع كاملين برغة الولاية في مركز كونسيرفاتور سنتر وده معناه إنها بدأت مسيرتها المهنية فعلا وبقى فضلها قطوة خلاص وتبقى حارس في أي حضيكة حيوان وتحقق حلمها أخيرا يوم 20 من نفس الشهر كانت أليكسي خلصت نص مدة التدريب مع الحيوانات المتوحشة في مركز كونسيرفاتور المركز اللي تأسس سنة 1999 وده كان مخصص لإعادة تأهيل الحيوانات البرية وكمان مخصص للناس اللي بتلاف من التعامل مع الحيوانات وهو ده نفس تخصص دكتور أليكساندرا بلايك المركز فتح أبوابه للجمهور سنة 2007 وكل سنة كان بيجيله 16 ألف من الزوار علشان يتعالجوا من خفهم من الحيوانات المركز ده كان موطن للأسود والزئاب والفهود والنمور والكوجر وأنواع تانية كتير من الحيوانات البرية كونسيرفاتور سنتر هو مؤسسة غرع بحية مخصصة لإعادة ربط الأشخاص بالحياة البرية وإزاي أنهم يتعاملوا مع الحيوانات وإزاي كمان يفهموا سلوكهم وإزاي ينظفوا مكانهم ويأكلوهم ويعالجوهم وهكذا المركز كان موطن لـ 15 أسد وصلوا من وزارة الزراعة الأمريكية بعد مصادرتهم من ولاية أوهايو الأسود وصلوا سنة 2004 بعد ما تم الإبلاغ عنهم وأنهم بيعانوا من ظروف معيشية سيئة في حضائق الحيوان وكذا سر ومن بين الأسود اللي وصلوا للمركز فيه ثلاثة منهم خلفوا أكتر من عشر أجبال من ضمن العشر أجبال دول بقى أسد هيتعرف بعد كده باسم الأسد مطاي وحسب كلام سي بي اس نيوز إن الحيوان ده كان خطير جدا ويشارس وعلى طول متوتر وغطبان بطبيعته تحسوا كده إنه روح مستر زيف تي لبسيته وبقى نسخة منه مطاي حاول في أكتر من مرة إنه يعتدي على موظفين المكان لكن نشكر ربنا إنه ما حصلش أي إصابات لأي شخص وبالرغم من إنه كل موظفين المركز بما فيهم المديرة كانوا بيخافوا من مطاي إلا إنهم كلهم برضو بما فيهم أليكس بيهتموا بيه وبيرعوه يمكن يقدروا يعالجوه بأسد هادي ويتعادل زي البقية يوم 30 ديسمبر سنة 2018 يعني قبل السنة الجديدة بيوم وآخر يوم لأليكس في التدريب قبل ما تستلم رخص خلاص أليكس كانت بتكمل تدريبها عادي بعد ثلاث أسابيع كاملين قضتهم في المكان أليكس بدأت روتين يومها العادي اللي بتعمله مع الحيوانات زي أي يوم يعني أليكس صحت الساعة 9 الصبح علشان تنظف أقفاص الأسود زي ما هي متعودة وبعد كده تحط لهم الأكل المركز علشان يحافظ على سلامة الموظفين بيفصل الـ 14 أسد الموجودين فيه وبيحطوهم في أقفاص تانية نظيفة لحد ما الموظفين بقى ينظفوا الحظيرة بتاعتهم بعد كده ينظفوا الأقفاص المخصصة لكل أسد اللي بينام فيه الساعة 11 الصبح كانت أليكس خلاص نظفت 10 أقفاص من أصل 14 أفاص في المركز والأفاص اللي جاي في السكة دلوقتي بقى هو أفاص الأسد مطايق أخطر أسد في المركز كله زميلة أليكس المتدربة أشلي كانت هي المسؤولة أنها تنقل الأسود للأفاص البديلة لحد ما أليكس بقى تنظف الأفاص الأساسية بتاعتهم أشلي كانت بتمسك قطعة لحم وترميها في الأفاص البديل علشان تشتت الأسد وأول ما يدخل بتقفل عليه وتحبسه وبعد ما أليكس بتنظف الأفاص الأساسي بتاعه بيرجعوا الأسد لمكانه بنفس الطريقة وهي أنهم بيرمولوا القطع الكبد ويجري وراها المهم أن أشلي عملت نفس الكلام مع أفاص مطايق ورمت حتة لحمة بقى في الأفاص البديل وقفلت الباب بتاعه لكن لسوق حظ أليكس الباب كان فيه كرة صغيرة وراها والأفاص ما تقفلش كويس من غير قصد أو بقصد بقى الله أعلم الكوار دي محطوطة علشان الأسود تلعب بيها لكنها في اليوم ده لزق جنب الباب ومنعته أن يتقفل كويس مطاي قدر بقوته أن يفتح الباب وخرج ومشي نحية الأفاص بتاعه من غير ما يحس بيه أي حد في المكان مطاي وصل للأفاص بتاعه لأ أليكساندرا بلاك جوة بتنظفه وبقت هي اللي محبوسة دلوقتي مش الأسد المتوحش الحر أليكس ما كانتش حتى هتعرف تهرب وأول ما لاقت مطاي قدامها سرخت من الرواب والخوف مطاي أول ما سمعها بتصرخ تحول تركيزه عليها وبسرعة الصاروخ عضها من رجليها وعضها في رقبتها أليكس اتقتلت في وقتها وما بقتش تتحرك وكل ده بدربة واحدة مطاي جرى أليكس للحظيرة الوسعة برا علشان يلعب بالفريسة بتاعته لأنه ما كان شجعان وقتها وفي القفص الكبير بقى بتاع الحظيرة قدر الموظفين وقتها يشوفوا أليكس وهي تحت رحمة الأسد الغضبان وافتكروا أنها مغمى عليها وقتها الكل كان مصدوم من اللي بيحصلوا وبيشوفوا قدامهم والأسد كان بيهاجم جسة أليكس بوحشية وقعد يعد في رقبتها والدم غرق العجب وبقت الجسة كلها أثار مخالب وأنياب الوحش مطاي الموظفين كانوا وقفين بيتفرجوا وهم مش قادرين حتى أنهم يصرخوا وشايفين ضعف الإنسان قدام قوة الوحش البرية الموظفين فعلا كانوا وقتها مشلولين بالعجز ورعبه وبيتفرجوا وعيونهم مليانة دموع وكل ده وهم فاكرين أن أليكس مغمى عليها ولسه عايشة واحد من الموظفين جرى اتصل بالشرطة لكنهم اتأخروا بسبب موقع المركز الريفي عشان كده بتقرر مديرة الحديقة أنها تتدخل قبل ما أليكس تموت وطالبت بقى من رئيس الحراس أنه يجيب مسدس السهم المهدقة مدير الحراس كانت إليه بتتراعش وهو شايل المسدس المهدق وبدأ يصوب على الأسد مطاي أول سهم الضرب ما كانش ليه أي تأثير والأسد فضل مكمل في تمزيق جسة الدكتورة الشابة بعدها الحارس ضرب السهم الثاني والثالث وكمان الرابع لكن كل ده ما كانش قادر أنه يوقع الأسد المجنون وبقى بيدرب ويعضف أليكس أكتر والجنن عليها كأنها هي اللي بتضربه بالسهام كل الموظفين كانوا مصدومين أكتر من اللي بيشوفوه وأن المهدق والمخدر ما بيعملش حاجة للأسد ده وقتها بقى كانت وسطت الشرطة للحديقة ونزل زابط من العربية بيجرل منطقة الحادث الزابط لما وصل لأفس الحظيرة لقى الأسد مطاي قاعد جنب جسة أليكس اللي بقت مشوهة تماما لكنهم كانوا فاكرين أنها لسه ممكن تكون عايشة الزابط كمان شاف أن فيه أربع سهام مرشوئين في جسم الأسد لكنه لسه بيزمجر وبيزقر ومتجنن على الآخر مدير الحراس قال للزباط أن السهام المهدقة مش فعالة وما فيش قدامهم دلوقتي غير قرار واحد بس وهو إن الزابط يضرب الأسد بالنار علشان يخلص عليه وينهي الحكاية دي كلها الزابط فعلا طلع أول طلقة من مسدسه وضربها في جنب الأسد مطاي الأسد قام يجري ويزمجر في وش الشرطة بعدها الزابط بقى ضرب طلقة تانية كمان لكن الأسد اللي خرب بيته ما بيموتش وفضل يتجول ويمشي قدامهم الأسد كان مصمم إنه هيعيش ويدايق فيهم ويخليهم فاكرينه طول حياته الزابط ضرب الرصاصة التالتة وجد في ضلع من دلوع الأسد اللي كان لسه بيمشي في الحظيرة جنب جثة أليكس الزابط قاله إنه عمره ما شاف حاجة زي كده في حياته وكأن الأسد ده محصن ضد الموت وجلده مضرع الزابط ضرب خمس طلقات كمان بعدها بقى بيدخل رجال الإنقاذ للحظيرة وبيشيلوا أليكس علشان يلحقوها لكنها كانت جثة هامدة من بدري تشريح المعمل الجناي قال إن الجثة كانت ماتت من أول ضربة وإنها بعد كده تعرضت لإصابات مؤلمة وقاتلة علشان تموت علمة الأحياء الشابة اللي عمرها وقت الحادثة كان لسه 22 سنة بس بعد ما تعرضت لسقب وكسر في الجمجمة والحبل الشوكي وسلسلة تمزقات في كل جسمها تقريبا مديرة المركز أعلنت إن ده أسوأ يوم في حياتها وإنها خسرت شخص وحيوان في نفس اليوم الحادثة دي سمعت في الولايات المتحدة كلها كفاية بس إنك تكتب اسم أليكساندرا بلاك في جوجل وتشوف كم الأخبار والمواقع اللي تناولت الحادثة المؤلمة دي وبعد اللي حصل ده وموت أليكس المركز كله تقفل للأبد آخر بوست أليكس نزلته على صفحتها كان عبارة عن صورة ليها وهي بتبوس في زئب أليكس كتبت عليها الحيالة تمنحك دائما قبولات من الزئاب لكن عندما تفعل يستغل الفرصة تماما وكده يكون خلص فيديو النهاردة من صراع القروش صديق الإنسان تفتكر الحادثة دي كانت فعلا من جير قصد ولا فعل فاعل وإيه الأسباب اكتبها لنا تحت في التعليقات وإن شاء الله استنونا في حلقات جاي أكو وعمتع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته